اهلا بكم الى نشرة الاخبار والبداية من العنوين الرئيس عون على المجلس الدستوري تفسير الدستور وليس فقط مراقبة دستورية القوانين والرئيس بري تبياناً لما ورد عن رئيس الجمهورية تفسير الدستور من حق المجلس النيابي وحده دون سواه تبادل للأفكار فيما يتعلق بالحكومة اذا كان هناك من رغبة في تأليفها خلال اتصال الرئيس بري بالراعي معزياً في الكورونيات سوق صبرة خارج سرب الالتزام دعوات أمريكية لإقالة ترامب قبل أسبوعين من انتهاء ولايته والأخير يعلن عدم مشاركته في مراسم تنصيب بايدن ومخاوف من انتقال عدوى الكونغرس إلى الكنيسة الإسرائيلية افتتاحوا قاعدة صاروخية للحرس الثوري على شواطئ الخليج قطر تؤكد أن قمة العلا لن تؤثر على علاقة الدوحة بطهر هذه العنوين وغيرها من الأخبار في النشرة بعد القليل مساء الخير لا إيجابية سجلت على مستوى المشهد الداخلي اللهم باستثناء نتائج فحوصات الكورونا التي يريدها اللبنانيون سلبية فيما واقعاً تفلتت أعداد الإصابات من عقالها ولامست الخمسة آلاف حالة يومياً بالتزامن مع الإقفال العام إقفال انسحب أيضاً على ملف تشكيل الحكومة بعدما لم يسجل أي اتصال أو حركة بين بعبدة وبيت الوسط لا بالمباشر ولا عبر وكلاء لا مفرد ولا مجوز تبادل يتيم للأفكار فيما يتعلق بالحكومة إذا كان هناك من رغبة في تأليفها جرى خلال اتصال تعزية أجراه رئيس مجلس النواب نبيه بري بالبطريرك الماروني بشار الراعي وفيما يبدو أن طاصي ضائعة كورونياً وحكومياً وبدلاً من الالتفات إلى لقاح يعالج تفشي الأولى وولادة الثانية ذهب رئيس الجمهورية ميشيل عون إلى الإفتاء في المسائل الدستورية حين رأى أن دور المجلس الدستوري لا يجوز أن يقتصر على مراقبة دستورية القوانين فحسب بل يجب أن يتعداها إلى تفسير الدستور وتبياناً لما ورد على لسان رئيس الجمهورية صوب رئيس مجلس النواب الأمور ووضعها في نصابها الفعلية لافتاً إلى أن دور المجلس الدستوري هو مراقبة دستورية القوانين من دون أن يتعداها إلى تفسير الدستور الذي بقي من حق المجلس النيابي دون سواه إذن في خلاصة الأمر فإنه مع وجود القاعدة الواضحة في الكتاب لا داعي لوجود لا تفسيرات ولا تأويلات ولا اجتهادات وبالحديث عن الدستور ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية تعيش إرهاصات غزوة الكابيتول وفي جديدها البحث في تفعيل المادة الخامسة والعشرين من الدستور التي تنص على عزل الرئيس المنتهي ولايته دونالد ترامب وهو الأمر الذي يرفضه حتى الآن نائبه مايك بانس ما دفع مساعدة رئيس مجلس النواب أو رئيسة مجلس النواب كاترين كلارك إلى التلويح بوجود بدائل منها التصويت على محاكمة ترامب برلمانيا الأسبوع المقبل رئيس الجمهورية ميشيل عون أكد أمام رئيس وأعضاء المجلس الدستوري أنه على المجلس الدستوري تفسير الدستور وليس فقط مراقبة دستورية القوانين في بعبدة استقبل رئيس الجمهورية ميشيل عون وفد المجلس الدستوري برئاسة القادة النوس مشلب والأعضاء مشلب عرض عمل المجلس على رغم الظروف التي تمر بها البلاد مع انتشار جائحة كورونا الرئيس عون رأى أن دور المجلس الدستوري لا يجوز أن يقتصر على مراقبة دستورية القوانين بل كذلك تفسير الدستور معتبرا أنه من الطبيعي أن يتولى المجلس تفسير الدستور لأن القوانين تصدر انسجاما مع القواعد الدستورية وخلال اللقاء تحدث عون عن الأوضاع العامة وعن عمل الإدارات والمؤسسات العامة وشؤون وزارية لافتا إلى وجود فغرات في النصوص التي تحدد صلاحيات الوزراء لسيما الذين يتقاعصون في تنفيذ القانون ويمتنعون عن تطبيق قرارات مجلس الوزراء ومجلس شورى الدولة عون دعا إلى معالجة هذه المسألة لأنها تؤثر سلبا على مصالح الدولة والمواطنين في آن واحد من جهة أخرى أجرى رئيس الجمهورية اتصالا هاتفيا بالبطريارك الماروني الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي عزاه خلاله بوفاة شقيقه شكر الراعي في المقابل صرح رئيس المجلس النيابي نبيه بري بما يليه تبيانا لما ورد عن لسان فخامة رئيس الجمهورية لرئيس وعضاء المجلس الدستوري فإن دور هذا المجلس هو مراقبة دستورية القوانين من دون أن يتعدها إلى تفسير الدستور الذي بقي من حق المجلس النيابي دون سواه وهذا أمر حسمه الدستور ما بعد الطائف بعد نقاش ختم بإجماع في الهيئة العامة اقتضى التصويب وفق ما جاء في تصريح الرئيس بري ردود على كلام رئيس الجمهورية حول المجلس الدستوري ردا على كلام رئيس الجمهورية ميشيل عون حول دور المجلس الدستوري رأى الرئيس نجيب ميقاطي أن مقاله الرئيس نبيه بري في شأن حصر تفسير الدستور بالمجلس النيابي كاف ووافن ويقفل كل جدل عقيم من جهته لفت الوزير السابق رشيد درباس إلى أن النصوص الواضحة تقول أن المجلس الدستوري لا يمكنه تفسير القانون وأضاف حرام أن يكون القانون ساحة للتجاذبة السياسية بدوره لفت النائب المستقيل مروان حمادي في بيان إلى أن خرقا جديدا للدستور ارتكبه رئيس الجمهورية في كلامه الموجه إلى المجلس الدستوري في محاولة منه لنزع سلطة تفسير الدستور من المجلس النيابي وقال بالإذن من فخمته ومستشاريه الضلعين في هذا الأمر هناك فارق قبير بين دستورية القوانين لمولج بتفسيرها المجلس الدستوري وبين تفسير الدستور ومواده الذي لو خرج من المجلس النيابي سيطيح بفصل السلطات وكل التوازنات المؤسستية ويعيدنا برعاية العهد الميمون إلى الحرب الأهلية على صعيد آخر أجرى الرئيس بري اتصالا هاتفيا بالبطريركل ماروني الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي معزيا بوفاة شقيقه ووفق بيان صدر عن المكتب الإعلامي للرئيس بري فأن الاتصال كان مناسبا جرى خلالها تبادل للأفكار فيما يتعلق بالحكومة إذا كان هناك من رغبة في تأليفها التقى الرئيس المكلف سعد الحريري في اسطنبول الرئيس التركي رجل طيب إردوغان وجرى خلال اللقاء الذي استمر ساعتين وتخلله غداء عمل عرض مفصل لآخر التطورات الإقليمية والتحديات المتعددة وسبل التعاون بين دول المنطقة لمواجهتها كما تطرق الرئيسان الحريري وإردوغان للعلاقات الثنائية بين لبنان وتركيا وسبل دعم جهود وقف الانهيار وإعادة أعمار بيروت فور تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان في اليوم الثاني من الأقفال العام وفيما سجلت ساعات النهار تفاوتا في الالتزام حيث شهدت بعض المناطق زحمة سير وكانت الحركة فيها شبه عادية كيف يبدو المشهد في مدينة بيروت في أولى ساعات الليل ومع دخول حظر التجول حيز التنفيذ منذ نحو ساعة من الآن التفاصيل تطلعنا عليها الزميلة ليندا مشلب مباشرة من الرؤشي إذن ليندا كيف تبدو الساعات الأولى من الإقفال العام في الليل فينا نقول أما المية وتمانين درجة الصورة تختلف وتبدأ بالاختلاف من الساعة ستة ونص تقريبا يعني هلأ نحن الساعة سبعة وعشرة بعدنا الساعات الأولى من حظر التجول يعني حتى كان عم بيكون بالعادي بيعطوا بين بدء سريين حظر التجول بيعطوا ساعة لقدم حتى الناس تقدر ترجع على بيوتها بالنسبة للأوتوسترادات الكبار نحن بمنطقة كتير حيوية هي منطقة الروشة مثل ما عم نشوف تقريبا في حظر تجول التزام كامل سيارات قليلة كتير عم تمرق وعننا حاجز لقوة الأمن الداخل اللي نزلي واللي نحن رصدني له أكتر من حاجز بجولتنا من الساعة ستة كان في حاجز أساسي كتير على أوتوستراد خلدي وأيضا في حواجز على كل مفاصل المدينة يعني نحن عم نحكي بنطاق بيروت في حواجز مثل ما فهمنا من باتصالنا بالعائد جوزيف مسلم وفانا بعدة نقاط عم يتواجد فيها قوة الأمن الداخلي بحواجز أساسية وفي دوريات ولموقع ما عم نشوف أيضا الجيش اللبناني عم بيقوم بدوريات مؤازرة لكل الحواجز الموجودة وصار مارئ أكتر من قلية للجيش اللبناني لأنه مثل ما سبق وتم الاتفاق على أنه يكون فيه غرفة عمليات مشتركة وتنسيق بين كل الأجهز الأمنية مع قيادة الجيش اللبناني ونحن بنعرف أنه بيروت تحت حالة الطوارئ أيضا عم بيكون فيه دوريات للجيش اللبناني السيارات قليلة جدا رح نشوف هون العنصر بقوة الأمن الداخلي سيارات عم تلتزم بالتوقف عم يسأل البطاقة يشوف إذا هي من ضمن الاستثناءات اللي بيحق لهم التجول ليلا إذا كانوا كمان فيه مراجعات عم بتصير يعني فيه ضباط موجودين على الأرض حتى يبدوا بأمور كتير لعدم العودة إلى المدرية والقيادة عم ينبت بمواضيع على الأرض وطبعا فيه عنا المحاضر تسطر مباشرة بس عم يشوفوا أنه السيارة من من ضمن الاستثناءات ولا يحق لها بالتجول ليلا عم تسطر محاضر مثل ما سبقوا وصورنا وما بعرف إذا كانوا قدروا طلعوا على الهواء فيه محاضر ضغري عم تسطر بدي كمان شير إلى أنه بمعلومات للأنبئان حتى الساعة 2500 محضر مخالفة إن كان لمفرد مجوز إن كان لكمامي أو لمؤسسات تجارية فتحت أو لحظر تجول صاروا حتى الساعة من مبارح من الساعة 5 الصبح وهو بدأ سريان الإقفاء مبارح من مبارح يعني مبارح كان أول يوم واليوم هو تاني يوم حد لحد الآن 2500 محضر تم تسطيره من قبل قوة الأمن الداخلي أيضا والبلديات اللي عم تشتغل على الأرض حتى الساعة وهيدا رقم يعني رقم كبير ولكنه أيضا رادع يعني فينا نقول هلأ بعدها المشهد اللي عم نشوفه اللي نحنا رح أرجع كارين نحنا بمنطقة كتير حيوية هي منطقة الروشة الأوتوسترادات حتى كتير هيدا المشهد ياريت شفناه بالنهار يعني جيد جداً هيدا المشهد ياريت شفناه بالنهار لأنه بالنهار شفنا أنه في حركة عادية بالليل طبعاً كمان هالحركة اللي عم بتقوم فيها القوة الأمنة الداخلي ليلاً عم تمنعها تجمعات لأنه بس بدنا نحنا عم نخاف أمل ونعرف يعني عم نخاف مش بس من المؤسسات اللي عم بتسكر والمقاهي والمحال اللي عم تقفى ليلاً نحنا عم نخاف من تجمعات داخل البيوت لأنه الناس عم تنقل من عم تنقل قعدتها من المطاعم والمقاهي للبيوت وعم بيكون في تجمعات كبيرة وهيدا أكبر إنزار كان للناس من قبل كل المسؤولين وخصصاً لجنة كورونا أنه بهيد الفترة ما تتجمعوا بالبيوت لحتى نقدر نوصل للنتائج المرجوة اللي نحنا بدنا نهدف لقيلة من خلال هالإقفال العام اللي بدوا يستمر 21 يوم يعني نحنا منعرف أنه فيه تجمعات بتكون اللي هن اختلاف بالجنريشن اللي بيكونوا بقلب المنازل منعرف نحنا الست والجد والولاد والأحفاد هيدا عم بيتمنوا عليهم قدر الإمكان أنه نينفصلوا وأيضا عنا اللي عم بيروحوا يسهروا عند بعضهم لأنه نزهقانين بالليل مش عم يلتزموا بالحجر لأنه هيدا عملية حجر لازم كلنا نلتزم فيها لحتى نقلل من تفشي الإصابات بها العملية اللي عم بيقوم فيها القوى الأمن الداخلي واللي فعلا نحنا رصدناها بكل بيروت من دون مبالغة بكل بيروت بالجولة اللي عملناها كمان على الأوتوسترادات الكبيرة فيه حواجز كتير صارمي عم بتكون وفيه محاضرة عم تسطر للمخالفين وللي طالعين من بيوتهم من دون أي داعي يعني لما بيشملهم الاستثناءات منوا لا طبيب ولا بتشملوا الاستثناءات وأيضا عم بتمنع هالحركة أنه تروح الناس عند بعضها لحتى تسهر عند بعضها وهيدا الموضوع عم يستمر حتى الصباح يعني منتمنى كمان أنه يكون بالنهار شوية حركة صح صح هذا اللي بدنا نقوله على أمل أن تكون هذه الإجراءات المشددة اللي عم نشهدها بالليل تكون أيضا مشددة خلال النهار لحتى العالم تلتزم أكتر بهذا الإقفال ويؤدي إلى النتيجة المرجوية بدي أشكرك ليندا على هذه المعطيات اللي حطيتين فيها كنت مباشرة من الروشة ومن بيروت ننتقل إلى مدينة صيدة مع الزميلة رشا زين هاشم لتطلعنا على مدى الالتزام هناك بقرار حضر التجول إذن رشا كيف نسبة الالتزام بمدينة صيدة خلال النهار كان في تفلط كتير كبير خبرنا عن الليل يعني المشهد ينقص بالقصبين كما ذكرت القصب الأول هو بقبل الساعة 6 والقصب الثاني هو مبعد الساعة 6 خلالنا نبلش بمبعد الساعة 6 نحن هنا بصيدة يمكن عم يكون في عنا عجلة سير أكتر فيما يتعلق بهذا التوقيت ما في حاضر تجول كامل من الساعة 6 إلى السبعة تقريباً وهذا يعود لأنه كان في عجلة سير كتير قوية على حاجز الأولة وهذا أيضاً يعود لأنه في كتير عدد كبير من اللبنانيين اللي انتهت أشغالهم هني من المستثنين من قرار التعبئة العامة والتنقل عدم التنقل رجعوا من أشغالهم من بيروت باتجاه الجنوب وبالتالي كان في زحمة سير خانقة جداً لقدروا يمرقوا كانت الساعة تعديت الساعة 6 ولحد هذه اللحظة بعد عم نشوف في إلى حد ما زحمة سير في تلك المنطقة فيما يتعلق به التدابير الأمني فينا نقول بعد الساعة 6 المعطيات تختلف بشكل كبير على الأرض يعني عم نشوف أنا من الساعة 6 إلى هذه اللحظة قدرت إلحق ثلاث حواجز ولكن التكتيك اختلف في هذه الخطة بالذات اختلف التكتيك الأمني وهذا عم نشوفه من برحلة اليوم أمل بالسابق كان عم بتم وضع حواجز أمنية ثابتة بتظل بنقاط معينة صارنا حافظينا والمواطن صار حافظها أيضاً بطبيعة الحال ولكن اللي عم بيصير هلأ عم بتكون الحواجز هي طيارة متنقلة وسريعة يعني ما بتقعد شوي إلا بتقلب بتروح على محل آخر والاعتماد أيضاً بالتكتيك بحسب ما رصدت هو على الدراجين يعني مش عم بينتروا المواطن المخالف ليوصل لعندهم وبالتالي عم بيكون في تخصير لما حضر الضبط من خلال ملاحقة المخالفين اليوم هو المفرد ولكن حتى هيدا الموضوع يعني عم نحكي نحنا بعد الساعة ستة حتى يعني فقط عم بيكون في استثناءات بسيطة اللي فقط جاي من شغله ببريزلون هو بالفعل هو اليوم من المستثنين وتأخر نتيجة يعني كل معظم الحواجز أنا ما رأت عليها عم بتكون الحجة عشقة سير لحاجز الجيش على الأولي أيضاً على حاجز الجيش على الأولي أمل في تنسيق ما بين الجيش الليبناني وقوى الأمن الداخلي عم بيكون فيه من مبارح عم نرصد عم بتكون فيه نقطة ثابتة لقوى الأمن الداخلي مثل عم بيوصل المخالف لعندهم شو ما كانت المخالفة عم بتم تصطيرها إذا بنا نرجع لما قبل الساعة ستة بإجاز سريع اليوم كان يمكن أفضل من مبارح فيما يتعلق بالتدابير على الأرض كنا عم نشوف أكتر حواجز أمنية التزام أكتر أكبر بالأغلاق هون أيضاً بدنا نقول أنه نتيجة تسار اللبناني معلم بالتحيل في بعض الأمور يعني مثلاً بمحلات تجارية الإغلاق يطال الألبسة الأحزية المحلات العطورات وغيرها شو عم بيصير؟ عم بحطوا بسطات عم بيجيبوا مواد غذائية عم بيبيعوا أشياء أنه هنه عم بيبيعوا أشياء غذائية وبالتالي هنه من المسموح أنه هنه يشتغلوا أيضاً القوى الأمنية عم تشتغل أكتر على هذا الموضوع من خلال طلب التراخيص ومن خلال طلب الأوراق الثبوتية اللي بتثبت أنه هذا المحال عنده رخصة بيع هذه الأمور وبالتالي عم نشوفك أنه هذا التشريط على الأرض فيما يتعلق بهذه المخالفات أيضاً زادت الحواجز الأمنية ولكن ما كان يعني ما فينا نقول أنه هذا الحواجز عم تكون سبت وهذا المواطن كان عم يتساءل أيضاً خلال فترة أنهار من مكان التساؤل أين هي القوى الأمنية أين هي التدابير الأمنية اللي كان عم بيصير أنه ما عم بيلحق المواطن يشوف لأنه عم بيشتغلوا معه بعنصر المباغتي إذا فينا نختصر المشهد بالتالي سأقول اليوم هو أفضل من مبارح على أمل أنه يكون بكرة ولحد واحد شباط هو أفضل من مبارح ولكن عند اتصالاتنا مع القوى الأمنية والمصادر كان الحديث أنه مبارح كان أكثر العمل على إفهام المواطن على التوجيه أكثر فيما يتعلق بوضع الكمامة والتنقل مفرد مجلس وغيره اليوم ما في مزاح عم بيكون يعني بس عم توصل وهذا اللي عم نشوفه كنا أيضا بالعين المجرد لأمل خلال مرافقته للحواجز ما كان فيه مأيين بس عم يسأل إذا كانت متمقلت لكم مفرد ولاش عم يتنقل حتى إذا كان مفرد أو مجوز يعني اليوم يسمح لطلقه اللي المفرد هو ممنوع يتنقل يعني العمل اللي هو بيشتغله ما بيحق له يتنقل فيه أيضا عم بيصار إلى اتخاذ إجراء بالتالي فينا نقول اليوم هو فيه تحسن عن يوم أمس ولكن بدنا ننطر أيضا من هون الأيام ألو قبل أن نشوف مدى جتوى هذه الخطط الأمنية على الأرض ولكن مثل ما عم نشوف يعني خلال جولة بمدينة صيدة تحولت إلى مدينة أشباح بالكامل التزام كامل بالأغلاق بفي عندنا فقط الصيدليات هي المفتوحة واللي عم يتنقلوا على الطرقات هن فقط الأجهزة الأمنية الإعلامية إضافة إلى العاملين في القطاع الصحي أمل نعم شكرا لك رشال زين هاشم على كل هذه المعطيات التي وضعتنا فيها طبعا على الأمل أن تكون الإجراءات مشددة أكثر في النهار أيضا ونعود إلى نشرتنا وفي ظل كافة المحاولات لإبقاء حالات الإصابات بكورونا تحت السيطرة فأن بعض المناطق لا تزال خارج السيطرة ومنها سوق صبرة فقرة مع الناس ورشال زين هاشم في اليوم الثاني من الإقفال العام لا يبدو أن سوق صبرة مشمول بقرار الإقفال وإليكم المشهد الوضع ثلاثين على الآخر هكذا يمكن اختصار المشهد هنا لالتزام بالإقفال لا كمامات لا تباعد الكمامة كل يوم بدأت تخنك هالكمامة وما في شيء خلوا حاطة كمان بس زتاتة هنا زتاتة هنا أعرض كمان؟ لأنه ما في كورونا أصلا كمان؟ أحطتها بالبات ما مصدق في كورونا كمان أنت؟ لا وضع مكركب عرفتي كيف يعني كل العالم خايفة من أصل كورونا لا يقول العالم خايفة من كورونا؟ مصطبرة ما خايفين من شيء مصطبرة العالم مصطبرة ما خايفين من شيء بس خايفين من كورونا هذا الوضع اللي هوم ما بخاو لا 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 هوم ما في كورونا عالنا هون اليوم نحن عم نموت مليونين موتي باليوم أب كورونا أب كورونا عم مليونين مرة وما حدا نعملنا وينكن؟ بلدية الغبارية والقوى الأمنية تسير دوريات ولكن لا الوضع هالأدفلتين هون لا لأنه ما في مراقبة بالعكس بلدية الغبارية عم تقوم بيواجبوا عم تروحوا فتجي عادي طبيعي دولي ما فيه ما عم تجي هون الدولي في دوريات والدوريات رايحة جاي وانتوا فاتحين عادي إذا الدوريات رايحة جاي هلأ بختها نسمع في دوريات على الشرع كل أعلم بالضبضب بيش عباسة في الدوريات شو بدنا نعمل فجأة تبدأ الجرارات بالنزول وحالة استنفار تلحظ وعند معرفة السبب هون العجب هلأ اشت البلدية هلأ اشت البلدية هي برا شو عرفكم بس يسأل بلدية بيركد بعية المحلات مش هنسك بس يسأل بيعاية على الصوت ومنسكروا المحلات كل واحد بيعرف هلأ عدتها اللي بتوقف برا احنبواها في برا شو بتعمل هموا واعملش بيركد بلدية 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 بعد prenسكروا ويسألوا كل واحد ألف ألف منهم من يعتبر أنه مضطر يفتح لأنه بين معادلتين موت بكورونا أو يموت من الجوع عناصر شرطة البلدية لا يملكون الصلاحيات للتصرف والمطلوب تفعيل الدورة الأمنية على الأرض أكثر خصوصا أن الوعي مش مارئ بالسوء نحن كبلدية واحد معنا الصلاحيات الكاملة ومعنا القدرة الكاملة في تصطير محاضر؟ يعني مبارح مثلا كنا أول يوم بيصير في تصطير محاضر ولكن معظم الشاغلين بقلب السوء هني غير لبنانيين يعني الكم الأكبر غير لبناني وكله بيتخبط لحد عذر أنه ما معي هوية ومحام الهوية ونحن معنا سلطة أنه نوقفه هاية سلطة القوى الأمنية وعم تنزل القوى الأمنية معنا وعم نحاول لكن المشكلة من واجهها أنه وقت لما نطلع عم ترجع الأمور وتعود مثل ما هي إذن حتى ولو كانت العين البلدية يقضى فإنه من دون وجود فعلي وعملانية على الأرض لليد الأمنية فإن الوضع هنا سيبقى فلتان من سيء إلى أسوأ من سوء صبره رشد زنهاشم تدول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ساعق لمدير العناية الطبية في وزارة الصحة جوزيف الحلو يوصف الوضع الصعب والواقع الطبي في لبنان جراء جائحة كورونا ويصرخ الحلو في الفيديو باكيا واصفا ما يجري بالخيانة العظمى والله العظيم يمبير على الساعة 12 ونسب الليل عم نشتر نجو المرضى كربال يرقصوا لأترى السنة والمطاعم هاي مش جريمي عزمى خياني عزمى هاي رابي عم تبكي بتلي عم بيموت قدامي على الكرسي شو هاي هاي علا بـ 9 و 10 الشهر قدى على 4 خلص مرات شو هاي وحياتي الرب يا زلبي حياتي مش باكي انا مش بحياتي مش دمع عيني يا زلمان رجال عشي يترشاك برا تبعتلي على التليفون دكيلة خديني يموت بالطريق بديش يموت قدامي أولادي كيف هاي كيف هاي يا زلمان فاصل للأعلان نتابع بعده النشو أهلا بكم من جديد وفي شأن نتصل بإجراءات الإقفال العام ونتيجة للمتابعة والاتصالات التي قامت بها اتحادات ونقابات قطاع النقل البري وبعد الاتفاق مع وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي أعلن رئيس الاتحادات بسامت ليس أنه يحق لسائقي الفانات والأوتوبيسات على جميع الأراضي اللبنانية بالسماح لهم بمعاودة العمل اعتبارا من صباح يوم الثلاثاء اتناعش واحد الفين ووحدة وعشرين وفق الشروط والإجراءات الصحية التي سوف تصدر بمضمون قرار وزير الداخلية والبلديات أصدر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كاركي مذكرة حدد بموجبها المستشفيات والمختبرات المقبولة الجديدة وآلية إجراء الفحص المتعلق بكورونا ليصبح إجمالي عدد المختبرات المقبولة حتى تاريخه 103 والمختبرات الجديدة التي أضيفت هي مختبر مستشفى النجد الشعبي النبطي مختبر مركز لبيب الطبي صيدة مختبر مستشفى البقاع تعلبية في سياق متصل بالأمن الغذائي وبعد مداهمة مستوضع في عرمون يحتوي على تسعة أطنان من المواد الفاسدة التي تستخدم في السوشي قامت مصلحة زراعة البقاع بالتنسيق مع إدارة الجمارك في البقاع بناء لتوجيهات وزير الزراعة بتوقيف شاحنة محملة بـ 1100 كيلو جرام من الجبنة تنقل من دون تبريد وبعد الكشف على الشاحنة تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري وعدم مطابقتها للمواصفات وبالتالي تقرر إطلاف كامل كمية الجبنة وإحالة المخالفين إلى القضاء وجه تجمع المعلمين الرساليين كتابا إلى وزارة التربية والتعليم العالي يستنكر ويرفض فيه القرار الأخير الصادر عن وزارة التربية والتعليم العالي القاضي بتقليص الساعات التعليمية الأسبوعية لما له من انعكاس سلبي على الأستاذ المتعاقد بالدرجة الأولى وطلب التجمع الإسراع في تدارك المسألة واحتساب عدد الساعات كاملا للأساتذة المتعاقدين مؤكدا على ضرورة صرف رواتب ومستحقات الأساتذة المتعاقدين شهريا لفصليا اعتبر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب أن الظروف الراهنة تسببت باحتياج الكثيرين إلى المساعدة على مختلف المستويات داعيا المقتدرين إلى تقديم يد العون وما يستطيعونه إلى المحتاجين من العائلات الكريمة كما ينبغي على أهلنا الكرام في ظل جائحة كورونا الحرص على حياتهم باتخاذ التدابير الاحترازية وعدم التساهل في ذلك مما يؤدي إلى خسارة أحدٍ من أحبائنا والوهن في إرادتنا فإن علينا الانتباه إلى أن انتماءنا الذي يجمع بيننا هو انتماءٌ إيماني وانتماءٌ وطنيٌ وإنساني تعبر عن هي إحدى روافد هذا الإيمان المحكوم به لذلك فإنما نعانيه اليوم في لبنان من أزماتٍ ومشاكلٍ يهدفوا بالدرجة الأولى إلى تفكيك هذه الجماعة وهذه الوحدة نتابع النشرة بعد هذا الفاصل أهلاً بكم من جديد في الأراضي المحتلة أغلقت سلطات الاحتلال الحرم الإبراهيمي في الخليل لمدة عشرة أيام وأكد مدير الحرم أن الاحتلال سيمنع دخول المصلين والزوار إلى أي جزء من الحرم بحجة مكافحة انتشار فيروس كورونا إلى هذا اعتقلت قوات الاحتلال مسناً فلسطينياً من منزله شمال شرقي رامولا واقتادته إلى جهةٍ مجهولة وكانت مقاطع فيديو للمعتقل قد انتشرت مؤخراً وهو يتحدى جنود الاحتلال حيث أقام الاحتلال والمستوطنون بؤرة استيطانية جديدة وصادروا من أرضه ما يقارب 18 ألف دنم من البلدة أكد مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله السيد العلي الخامنئي أن إيران لديها التزامات بدعم حلفائها في المنطقة مشيراً إلى أن تواجدها الإقليمي هو لتعزيز الثبات والاستقرار في المنطقة وفي كلمة بمناسبة ذكر انتفاضة أهالي قم ضد نظام الشاه عام 1978 أعلن السيد الخامنئي أن بلاده لا تستعجل عودة واشنطن للاتفاق وإنما تطالب برفع الحضر عن الحق المخصوم للشعب الإيراني ولفت إلى أن اللقاح الإيراني لفيروس كورونا يبعث على الفخر والعزة معلناً منع استيراد أي لقاح أمريكي وبريطاني وعدم ثقته بالفرنسي لدينا التزامات بالدفاع عن حلفائنا في المنطقة وتواجدنا يأتي في إطار تعزيز قوة أصدقائنا فيها وتعزيز الاستقرار وكما شهدنا أن داعش في العراق وسوريا أزيل بفضل تواجد إيران في المنطقة لذلك هو أمر قطعي يجب أن يستمر أليس من حق إيران أن تخلق لها قوة ردعية ضد الحالات الاعتدائية والتي دفعت الأعداء إلى إعادة النظر مئة مرة قبل ارتكاب أي حماقة ضدنا وعندما تمكننا من إسقاط الطائرة الأمريكية المعتدية في أجواء البلاد أو تمكننا من قصف قاعدة عين الأسد في العراق جعلنا الأعداء يعيد حساباتهم قبل أي اعتداء ضدنا ليس لدينا أي إصرار وليس لدينا استعجال لعودة أمريكا للاتفاق النووي بل المهم هو إزالة الحظر المفروض على الشعب الإيراني وإذا التزم الطرف الآخر سوف نعود إلى التزاماتنا وهذا ما قلناه منذ البداية كشف الحرس الثوري الإيراني عن قاعدة صواريخ تحت الأرض على سواحل الخليج بجنوب إيران بحضور قائد الحرس اللواء حسين سلامي وقائد القوى البحرية للحرس الثوري الأميرال علي رضا تنكسيري وخلال تتشينه القاعدة أكد سلامي أنه ليس أمام إيران سوى تعزيز قدراتها الردعية الدفاعية والهجومية لمنع العدو من فرض هيمنته ومخططاته قاعدة الصواريخ تمتد على طول عدة كيلومترات وتضم صواريخ دقيقة يسل مداها مئات الكيلومترات فهي من أكثر الصواريخ تقدما والتي تستخدم في المعارك الساحلية والبحرية وهذه القاعدة إحدى منشآتنا التي تضم صواريخ استراتيجية تابعة للقوات البحرية إضافة إلى منصات إطلاق وبحريتنا تنتلك عدداً كبيراً من هذه القواعد وقواتنا قادرة على القضاء على تهديدات العدو في مهدها وجاهزون للشن دفاع هجومي في أي لحظة للدفاع عن المصالح الحيوية الإيرانية في مياه الخليج أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني أن المصالح الخليجية المنبثقة عن التوقيع على إعلان العلا لن تؤثر على علاقة الدوحة بطهران وأنقرة بعض المراقبين اعتبروا أن ما جرى هي بالأساس مصالحة سعودية قطرية لأن بقية الدول لم تبدو بنفس الحماسة القطرية السعودية لمجرى أبداً نعتبر أن هذه مصالحة خليجية ما حدث يوم أمس والمملكة العربية السعودية كانت تمثل الدول الأطراف طوال فترة المفاوضات والجميع شارك والجميع وقع على البيان والجميع ملتزم بمبادئ هذا البيان الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته يقر أخيراً بنتائج الانتخابات ويعلن أنه لن يشارك في مراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في العشرين من الجاري أسهم الاستياء الداخلي والدولي من مشاهد اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب لمبنى الكونغرس خلال جلسة تثبيت فوس جو بايدن في ردوخ الرئيس المتمرد والإقرار بنتائج الانتخابات الرئاسية بعد أسبيع من النكران صادق القونغرس على النتائج سيتم تنصيب إدارة جديدة في العشرين من يناير والتركيز الآن سيتحول إلى ضمان النقل السلس والمنظم للسلطة هذه اللحظة تتطلب معالجة ومصالحة وفي أول ظهور له بعد أحداث الكونغرس أبدا ترامب غضبه مما حصل متوعدا المشاركين في أعمال العنف بدفع ثمن تصرفاتهم كما قال على غرار كل الأمريكيين أشعروا بغضب من العنف وانتهاك القانون وعمال الشعب وجهت فورا الحرس الوطني والأجلسة الأمن الفيدرالية بتأمين المبنى وطرد المقتحمين أمريكا كانت ويجب أن تكون دائما دولة قانون ونظام المحتجون الذين تسللوا إلى الكابيتول دنسوا مقارة ديمقراطية الأمريكية أقول إلى المتوردين في أمل الشعب والدمار أنكم لا تمثلون بلدنا وأقول لهؤلاء الذين قرقوا القانون أنكم ستدفعون الثمن بالمقابل تعالت الأصوات الداعية لتنحية ترامب قبل أقل من أسبوعين من انتهاء ولايته عبر تفعيل التعديل في الدستور والتي تنص عليها المادة 25 وهو ما رفضه نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس وفي هذا الإطار نقلت شبكة سي أن بي سي الأمريكية عن مصادر مطلعة أن اثنين من كبار المسؤولين في إدارة ترامب ومن أقرب حلفائهما وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ووزير الخزانة ستيفن مينوشين مع موظفيهم بحثوا إمكانية تفعيل التعديل الخامس والعشرين للدستور وبحسب القناة فإن تفعيل هذه المادة تشوبها تعقيدات عدة بينها أن العملية يمكن أن تستغرق نحو أسبوع ما يعني أنه لن يكون لها الأثر المباشر خاصة وأنه لم يتبقى لترامب سوى أقل من أسبوعين في السلطة أما المشكلة الأخرى فتتمثل فيما إذا كان بوسع وزراء ثلاثة يتولون منصبهم بالوكالة التصويت حول تفعيل المادة من دون موافقة مجلس الشيوخ بالموازات توالت الاستقالات من إدارة ترامب بعد اقتحام الكونغرس حيث أعلنت كلا من وزيرة التعليم تيسي ديفوس ووزيرة النقل إيلين تشاو زوجة زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إضافة إلى أربعة مستشارين كبار في مجلس الأمن القومي في المقابل أقال البيت الأبيض المستشار بوزارة الخارجية المختص بالشأن الإيراني جابرييل نورونا بعدما عبر في تغريدة على تويتر عن غضبه من حديثة اقتحام مبنى الكونغرس معتبراً أن على ترامب الرحيل وسط هذه الأجواء نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر مطلعة قولها بأن ترامب بحث مع مساعده مؤخراً إمكانية إصدار عفو عن نفسه تحسباً لمعاقبة قضائية محتملة بعد انتهاء ولايته في إجراء لا سابق له في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية وفي سياق متصل بالدعوات إلى عزل الرئيس المنتهي ولايته دونالد ترامب أشارت مساعدة رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي كاثرين كلارك إلى أنه إذا لم يتحرك مايك بانس لعزل الرئيس المنتهي صلاحيته دونالد ترامب فأن المجلس سيتحرك لمحاكمته برلمانياً ولفتت كلارك إلى أنه من الممكن أن يصوت المجلس على محاكمة ترامب برلمانياً الأسبوع المقبل مشددة على أنه إذا لم تتم مساءلة ترامب وعزله فأن الديمقراطية الأمريكية ستتضرر مخاوف في الكيان الإسرائيلي من تكرار مشاهد الكونغرس في الكنيسة جراء الانقسام السياسي والمجتمعي المشاهد الصادمة لاقتحام الكونغرس الأمريكي من قبل أنصار الرئيس المنتهي ولايته دونالد ترامب أثارت مخاوف في الكيان الإسرائيلي من انتقال العدوة إليه وفي هذا الإطار ذكرت صحيفة إسرائيل اليوم أن الكيان الإسرائيلي يتخوف من أن تؤدي حالة الانقسام السياسي والمجتمعي الخطيرة الظاهرة في الأوينة الأخيرة في أوساط الجمهور الإسرائيلي من تكرار مشاهد الكونغرس الأمريكي داخل مبنى الكنيسة خاصة مع ظهور تيار جماهري مناهد لرئيس الوزراء بن يمين نتنياهو يقابله تيار مماثل يدافع عنه وقالت الصحيفة أن مسؤولين أمنيين في الكنيسة أجروا تقييماً بشأن حادثة الكابيتول وقال الضابط المسؤول عن أمن الكنيسة يوسف غريف أن حراس المبنى يعملون كل ما يلزم للاستعداد لاحتمال مماثل لما جرى في واشنطن رغم استبعاد مثل هذه الخطوة وأضاف لا يوجد يقين بنسبة مئة بالمئة أن مثل هذا الحدث لن يحدث أبداً في الكنيسة لكن نحن ننصق مع الشرطة وإذا كانت هناك أي محاولة فيمكننا التعامل معها ويعمل في حرس الكنيسة حوالي مئتين وخمسة من أفراد الأمن الإسرائيلي جميعهم من خريجي وحدات قتالية في الجيش وتلقوا تدريبات خاصة للتعامل مع أي أحداث غير عادية يذكر أن الكنيسة تعرض لعدة محاولات من قبل المتظاهرين لاقتحامه كانت أبرزها بعد أحداث ما يعرف بحرب الغفران حين خرج التظاهرات ضد حكومة جولدا مئير حينها كما شهد عام 1957 هجوم بقنبلة أدى حينها لإصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي ديفيد بنغوريون وثلاثة وزراء في حكومته وفي الختام تذكير بأبرز العنوين الرئيس عون على المجلس الدستوري تفسير الدستور وليس فقط مراقبة دستورية القوانين والرئيس بري تبيانا لما ورد عن رئيس الجمهورية تفسير الدستور من حق المجلس النيابي وحده دون سواه تبادل للأفكار فيما يتعلق بالحكومة إذا كان هناك من رغبة في تأليفها خلال اتصال الرئيس بري بالراعي معزيا في الكورونيات سوق صبرة خارج سرب الالتزام بحثة نسمع في دوريات على الشرع كل عالم بالضبط خلي يحبسونا معرف ما بيأسر ما بيأسر بيطعمونا وبيشربونا عنا هناك بلدية واحد معنا الصلاحيات الكاملة ومعنا الأدرة الكاملة دعوات أمريكية لإقالة ترامب قبل أسبوعين من انتهاء ولايته والأخير يعلن عدم مشاركته في مراسم تنصيب بايدن ومخاوف من انتقال عدوى الكونغرس إلى الكنيسة الإسرائيلية افتتاح قاعدة صاروخية للحرس الثوري على شواطئ الخليج قطر تؤكد أن قمة العلا لن تؤثر على علاقة الدوحة بطهران إلى هنا نصل إلى خدام هذه النشر أشكونا للمتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة